السلام عليكم تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي ان شاء الله تكونوا بخير والألف خير لزيلاف دي 5 ياماني بريمار جيسبر كو فزا لي بيا نواصلوا اليوم في حل تمارينكم من كتاب الأنشيطة لللغة الفرنسية كايد اكتيفيتي دي فرنسي pour les 5 ياماني للسنة الخامسة ابتدائي اليوم على الباش 21 و 22 صفحات 21 و 22 قبل ما نبدأوا ما تنسوش دعموني بإعجاباتكم واللي أول مرة يدخل القناة يضغط على زر الاشتراك اللي رهو موجود اسفل الفيديو ويفعل جرس ليصلكم كل جديد هيا نبدأ مع بعض نقومنس عنا ان تكست على الأسئلة تعو نحاولو نشرحوه مع بعض جلي ويجوكمпρο انا أقرأ وانا أفهم جم رهو مجودة ليماج ثم اقرأ Un animal du désert حيوان من السحرة Le فنك est un petit animal du désert قالك الفنك هو حيوان سغير من السحرة Il a de grandes oreilles لديه ادونين كابيرتين et une langue كو وذيل طويل La couleur de la peau est marron clair لون الجلده بني فاتح Il vit dans des terriers creusés dans le sable هو يعيش في جوحور يحفروها في الرمل لجوه الفيشو في اليوم الذي يكون السحن il se repose يرتاح ويل دور أو ينام لانوي في الليل il sort pour chasser les souris قالك في الليل يخرج ليستاد الفيران لليزار السحليات et للي petits oiseaux والعصافير السحرير Il est un animal nocturne هو حيوان ليل Donc نو عيد لقراءة النسبة دون شرح دون شرح نرحو نشوفو الكستين جاوبسيرف بوي جولي ولاحظ ثم اقرأ كالي لتوتر دي تكست ما هو عنوان الناس تروحو عنوان الناس هنا انانيمال دي دي زر هو حيوان من الصحراء ما قالكش دوني انا تختك تيتخ ما قالك جيب عنوان اخر قالك ما هو عنوان الناس هنا انانيمال دي دي زر تري بي كمان سابل الانيمال دي الفوتو كيف نسمي الحيوان الذي في الصورة كيف نسميه الفنك كيف نسميه الانيمال دي الفوتو سابل فنك كيف نسميه لترحوان الناس هنا وانيمال دي دي زر وانيمال دي فوتو نرحو نسميه ثم نسميه اقرأة الناس ثم اكتب صحيح او خاطع فو خاطع سابل ثم اكتب صحيح ثم نسميه ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر هادي هيا لافيش ديدانتتي تعل الفينك انشاء الله اعزائي التلاميذ تكونوا استفدتوا من هاد دو باج 22 و 22 تبحتوا معايا خطوة بخطوة نتلاقع في فيديوهات القديمة الى اللقاء ابينتو